اشتركوا في القناة دفع جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في المنطقة والعالم هو هدف مملكة البحرين ونجاح خطوتها التاريخية هي بداية تضيء الطريق بنورها البحرين مهدت هذا الطريق بقرارات شجاعة وجعلت أولويات الشعب الفلسطيني في الصدارة بإعلان تأييد السلام في المنطقة لطالما كانت مملكة البحرين سباقة في نشر ثقافة السلام وأفكاره وخطوة تأييد السلام مع اسرائيل تؤكد الموقف الثابت والدائم للبحرين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة وتضم مملكة البحرين جهودها إلى جانب جهود الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وتدعم المملكة أيضا جهود جميع الشركاء العرب في السعي للتوصل إلى حل سلمي يحمي مصالح الفلسطينيين إعلان تأييد السلام مع اسرائيل لا يتعارض مع التزام البحرين بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وتتخذ مملكة البحرين قراراتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها الأمنية التي تلتزم بإعطاء الحقوق كاملة للشعب الفلسطيني ورفض التنازل عنها وتأتي الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة البحرين من واقع قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وذلك من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل وتعد تلك الخطوة إجراءا سياديا يمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة جلالته في سبيل تحقيق مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لجميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر